لسه كلامنا عن الرياضة مستمرة ونهارده يوم أفريقي حاسم سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات الأهلي عنده لقاء حاسم أمام ساند داونز للحفاظ على الأمال في عبور دور المجموعات الأفريقية نفس الأمر زمالك كمان هيواجهة تراجد تونسي ويبحث عن فرصة عشان يبقي على الأمال في الصعود خصوصا بعد خسارته متش وتعادله في متش تاني دا طبعا بالنسبة للفرق أما على صعيد المنتخبات فإحنا عندنا منتخب الشباب عنده لقاء مهم جدا مع السنغال وده لضمان الصعود للدور التاني مفيش حل غير الفوز عشان نصعد ونتأهل كمان خلو نتكلم أكتر بمزيد من التفاصيل مع السيد محمد الجبالي الناقض الرياضي من نورنا صباح الخير عليك يا سيد محمد صباح الخير أستاذي أزل يا أهلا بيك أهلا بيك النهاردة خلينا نبدأ بمباراة الأهلي ودائما مباراة الأهلي وصانداونز بيكون ليا حسابات مختلفة شوية طبعا الأهلي النهاردة مباراة مهمة جدا وخصوصا أن دي تعتبر مباراة تانية للأهلي في المجموعة صانداونز جاي يلعب الأهلي وهو متصدر المجموعة بست نقاط بعد فوز في مبارتين الأهلي لعب مباراة واحدة أمام الهلال وخسرها وكلنا شفنا الأجواء اللي كانت موجودة شعار مباراة الأهلي النهاردة اخدم نفسك بنفسك وخصوصا أن الأهلي حيلعب مبارتين وراء بعض في القاهرة بعد صانداونز حيلعب مع القطن الكاميروني وطبعا بالنسبة للأهلي لا بديل عنه سوى الفوز وخصوصا أنه خلال فترة الأخيرة رجع من بطولة كأس العالم الأندية بعد كده اللعب مع الهلال خسر مع الهلال عمل كامباك بسرعة أمام أسوان في بطولة الدوري يعيش انتعاشة جميلة في الدوري ولكن في البطولة الأفريقية يريد التعويض أمام صانداونز وخصوصا أن صانداونز يعتبر هو المنافس الرئيسي وزاد من صعوبة مباراة النهاردة نتيجة مباراة الهلال بالأمس أمام القطن الكاميروني يعني الهلال أصبح ست نقاط وصانداونز أصبح ست نقاط والأهلي لا بديل له سوى الفوز طيب تشكيل بقى شايف تشكيل هيبقى إزاي هل تعتقد أنه مثلا علي معلول ممكن يرجع باك شمال محمد هين يرجع كمان باك كيمين إيه اللي هيحصل توقاتك للتشكيل على ما أعتقد أن كولر ميجهز الأسلحة الأكثر خبرة في المباراة علي معلول لا جدال أن وجوده حيكون سبب رئيسي في التشكيل خصوصا أنه ريحه المباراة اللي فاتت كولر بسبب ضغط المباريات الأفريقية مع مباراة الدوري مع راجع من كاس عالم الأندية عمل روتيشن المباراة اللي فاتت مع أسوان لأنه كان باصص لمباراة سانداونز وهو بيلعب مباراة أسوان لذلك حيلعب القوة الضاربة وخصوصا في وسط الملعب وخط الدفاع لأنه فيه انسجام دلوقتي خلال فترة الأخيرة في خط الدفاع لما ثبت محمود عبد منعم مع محمود متولي على ما أعتقد حيلعب علي معلول وفيه موجود محمد هاني ديانج وحمد فتحي حيبقوا منتصف الملعب حيستفيد هو طبعا بوجود كهرباء زي ما استفاد به في مباراة أسوان أحمد عبدالقادر حسين الشحات دي الملامح الأساسية لتشكيل الأهلي لأنه هو حيلعب بخطة هجومية بحتة لإدراك الفوز أمام سانداونز عظيم الأهلي مع أسوان كان فاي قوي في الشوط الأول والشوط الثاني مش قادر أحدد هل بدأ يلعب مثلا على حسب المباراة المباراة محتاجة كده فأنا بأدي فقط حتى ممكن يكون تغييرات مارس الكولارت بتقول حاجة زي دي برضو لكن في النهاية أمام الهلال كان مستوى مش أحسن حاجة بصرف النظر عن الفوز أو الهزيمة كمان بكلمة على فنيات اللعيبة والانسجامة بين اللعيبة ما كانش أحسن حاجة فهل نحكم على مباراة النهاردة مع سانداونز من خلال رؤيتنا الأهلي مع الهلال ولا مع أسوان لا نحكم من خلال رؤيتنا مع أسوان وخصوصا في الشوط الأول في الشوط الأول حسنا أن تلات أهداف حتى يجوم في الشوط الأول وطبيعة اللعب المصري للأسف الشديد بعد ما جئت تلات أهداف الشوط الثاني الأهلي أصبح خلاص ضامن الفوز بدأ يريح بدأ الأمور تاخد مجراها اللي هو التقليدي العادي أن أنا ضمنت تلات نقاط الشوط الأول تحديدا كان عبارة عن ردة فعل لمباراة الهلال عايز يقول للجماهير أن أنا مباراة الهلال خسرتها بأسباب التحدث عنها الكثيرين من الناد الأهلي فعشان كده كانت تردد فعله قوية جدا في الشوط الأول من خلال مباراة أسوان وفي الشوط الثاني الطبيعة العادية بتاعة أي لعب مصري أن أنت ضمنت الفوز لعبت مباراة كويسة بدأ يعمل تغييرات بدأ يريح اللعيبة على الأساس أنه برضو ماشي في خط متوازي بطولة الدور متصدر بلا هزيمة حتى هذه اللحظة في جدول الدوري وفي نفس الوقت بيبص على بطولة أفريقيا فهو كولر كان بمباراة أسوان بيبص على مباراة سانداونز بعد ما فاز في الشوط الأول على أسوان بثلاث أهداف نقاط القوة عند كولر والأهلي والنقاط كمان نقاط القوة عند سانداونز ويمكن نقول نقاط الضعف عند سانداونز المفروض الأهلي يستغل سانداونز معروف من أن الأهلي مع سانداونز التقوا مع بعض قبل كده 12 مرة والأهلي تفوق رقميا الفوز 6 مباريات وخسارة 3 مباريات سانداونز معروف عنه أنه هو بيلعب الكرة السريعة والهجمة المرتدة بشكل مميز جدا أبرز نقاط الضعف في سانداونز وده على مدار السنين اللي فاتت خط الدفاع خط الدفاع سانداونز بطيء جدا وفي نفس الوقت بينقل الهجمات من خط الوسط لخط الهجوم بشكل سريع جدا فدي نقاط يتعتبر نقاط قوة في سانداونز أنه سيلعب مؤكد أنه سيلعب المباراة النهاردة على الهجمات المرتدة السريعة بالنسبة لنقاط القوة في النادي الأهلي على ما أعتقد أن الخماسي الهجومي هو اللي سيكون مفتاح الفوز للنادي الأهلي وخصوصا لو تكلمنا عن الأطراف محمد هاني وعلي معلول ده سيفكوا اللغة رتمية اللي ممكن يلعب به سانداونز لأن سانداونز من مصلحته أنه يطلع بنتيجة إيجابية نتيجة إيجابية اللي هي تعتبر التعادل على أقل لتقدير دي هتحطه في حتة تانية خالص وخصوصا أنه هيبقى لمباراة تانية مع الأهلي في جنوب أفريقيا لكن بشكل عام سانداونز بيقدم كرة حلوة جدا وكرة ممتعة وكرة سريعة كما قلت فكرة اللعب على المرتدات إزاي مرسل كلها هيتعامل مع حاجة زيئة دي يعني أعتقد أنه لازم هنا اللي هيأمننا من الموضوع ده نص الملعب والدفاع نص الملعب بأنه بيزيد مع الهجوم ويرجع على طول المرتدات خصوصا مع فرقة زي سانداونز حلها الوحيد بالنسبة للنادي الأهلي في التشكيلة اللي موجودة الضغط العالي الضغط العالي بمعنى إيه؟ بمعنى أني أنا ما أديش فرصة من بداية الدفاع لنقل الهجمات أو أن أنا أرسل كرات خلف ظاهري علي معلول ومحمد هاني عشان كده أعتقد من المؤكد أن مدرب سانداونز حيلعب على الأطراف لأنه علي معلوله محمد هاني دايماً بيطلع عشان يعمله الأفرات فهو هيحاول بقدر إمكان يلعب على الأطراف هنا هيبقى فيه دور حمد فاتحه وقاليو ديانج قبل حمد فاتحه وقاليو ديانج بالنسبة للأطراف هل هم في ليقتهم محمد هاني وعلي معلول عشان يرتدوا؟ محمد هاني بيعيش حالة جميلة جداً علي معلول ممكن الإصابة خلال الفترة الأخيرة التي تعرض عليها ممكن تكون قصرت على مستوى بشكل إلى حد ما ولكن محمد هاني يعيش حالة توهج كاروي وخصوصاً أنه سنه صغير وليقته البدنية عالية جداً هنا ممكن يكون فيه أدوار لحمد فاتحه وقاليو ديانج في وسط الملعب أن هم يغطوا في حالة تقدم علي معلول ومحمد هاني